هي هاي دولة هاي يقلع ويقلعبو الى جهنم وبئس المصير يعني ما عرف التلعان يعني تقول لا يوجد لدينا قانون للمعارضة وبالتالي الاخرين يخافون يرحوا للمعارضة ما انت معارض تحت قبة البرلمان وعدك حصانة لا سمة تحتيوياك ولا يقال تحتيوياك ولا القانون تحتيوياك شي سوي لقانون حتى اضمن حقوقك ما انت معارض تحت قبة البرلمان او تقدر الصول والجول شنو القانون اللي تريده سيد ينادم يعني لا شوف اولا اليوم الكل تحتي بالحكومة العميقة الدولة العميقة والهسة صارت دولة عميقة داخل الدولة العراقية يعني كل حزب عنده شبكة من اخطبوطية بكل دولة فاذا اجدت جهة انفردت بها راح كلهم تشتعهم من مكانهم لو احالة على التقاعد لو نقل الى كذا مواقع غير مهمة وهذا الناس جاي تخوف تتخوف من بعض فالسلطة التنفيذية راح تكون بيد الاغلبية بالبرلمان ما يقلع يا سيد ينادم اذا هو يشتغل بالدولة العميقة يقلع ويقلع ابوه الى جهنم وبس المصير طبيعي شنو دولة شنو دولة صار ستات سنة تشتغل بالوكالة لانه يخلي المدير عام بالوكالة اذا مو حرام نشوف يشيل الحجي هي هاي دولة هاي هي هاي دولة بالتأكيد انا اتفق شوف امريكا العظمى امريكا العظمى عندها كل تغيير حكومة عندهم اربعة الاف موظف يتغير الحزب الحاكم هو يجيب اللي يعرفه بالخارجية ولا بغير مؤسسات اتحادية يجيب من حزبه ولا حق قانوني فيغير هذا الموظف هذا المسؤول هذا الكذا طبيعي جدا احنا بدنا نتحمل لو انا بالسلطة لو انا مطارد مشكلة اشتركوا في القناة